أهلا وسهلا بكم مجديد معي أنا سعيد سعدي في حلقة جديدة على قناة الحكمة العربية في حلقة عنوان الحيرة الغموض والشك هذا التالوت الذي سيطر والذي شوش على الدهن المغربي المتفاعل مع وفاة الطبيب العسكري مراد صغير رحمه الله هذا الشخص الذي كان ناشطا على الفيسبوك والذي له سمعة طيبة عند عديد من الناس يتميز بالأناقة وبالقبول عند جماعير كثيرة وفاته تركت حزنا عميقا وخيمت على عديد من النفوس ترحم على هذا الشخص رحمه الله وأسكنه فسيحة جنته أما الأمر بالنسبة للعديد فهو ما زال عالقا في دينهم الذي لم يستصغوا لم يهضموا لم يخرجوا من الصدمة التي زلزلت بكيانهم هذا الشخص الذي قلنا عنه كان قد أشعل الفيسبوك بعد وفاته هذه الوفاة التي ما زال يدور حولها الحديث وهو الحديث حتى في التهمس حديث يجر العديد من الباحثين على طرح عديد من الأسئلة لاستفزاز أصحاب القرار لمزيد من التنقيب عن الحقيقة خاصة وأن صهره وعائلته طالبت بالبحث عن الحقيقة لا يرحمه استيحنا هذا الشي اللي بغينا أن نسي ترحموا عليه لا يرحمه استيحنا وهد ماكره ناشي بحث معمق نفهموه هده حيت ما تنسمعوش ديما واحد يتخلص بيطار ما عندو لا بطاقة وطانية لا هاتف لا سوارت وما تحكى بغينا نفهموه هده المسألة كين شي غموض كين شي حاجان آه انتم كأسرك تحصوا بشي غموض كين شي وانا أي واحد تعطي هده المعطيات هده يقول لك كين غموض كل شي احتل في الشرطة من عيطون ناشي تسألوا تعوما تعوما تقول لك كيفاش سيد مشا هكا شنو كين عندو يكمى وقالو يكمى عندو شي حاجا تعوما تسألوا تحنا نسألوا غي احنا يا عدنا الحق في السؤال وما عندو الحق في البحث كين تفق معك صحيح انتم ما أسره من حقكم لندو من الوسائل عندو كل شي بحثوا يبحث معمق قدرها الروح هده اذا انتم ما بغيتو شي بحث معمق في هده الملف آه تشيل لكين نحن كذلك من بارينا نحاول استفزاز الدهن المتفاعل مع هذا الموضوع للخروج بأسئلة وأجوبة شافية يطرحها الشارع المغربي ويطرحها مواقع التواصل الاجتماعي قلنا عن هذا السيد الذي كان في الجيش وخرج متقاعد كان طبيبا عسكريا في الجيش وخرج بالتقاعد وعرف على الفيسبوك كان عضوا في منظمة طباء بلا حدود ويتنقل كثيرا داخل وخارج المغرب بعد دخوله الى المغرب ووجد امامه اجراءات ماراتونية منعة من صفر خارج المغرب واستدعية الى مخافر الشرطة في الدار البيضاء وفي الطنجة لكن انقطعت الاخبار عنه فجأة لمدة 3 اسابيع فهذه المدة بعد 3 اسابيع وصل خبر الى عائلته بانه توفي مشكلة ان مسألة الوفاة او تقارير الوفاة تطرح عديد من التضاربات وفيها نوع من الارتباك بحيث مثلا كما صرح سهره حلمي بانه دخل الى المستشفى في 11 شهر 11 مع 45 دقيقة بصفته مجهول اذا مجهول سليبت منه كل الاوراق او هكذا قيل بدون هاتف بدون بطاقة وطنية بدون اي شيء الطيب او الطبيب الشرعي يقول بانه توفي على الساعة الثانية عشر ونصف اي اننا ندخلنا في يوم جديد الشرطة تقول دائما على اللسان سيري الشرطة تقول بانه توفي على الساعة الثامنة اذا هناك تضارب لماذا كل هذا الاهتمام بهذه القادية ولماذا كل هذا وداك لان الشخص بكل بسطة انه كان معارضا طبعا الحال انه كان دائما يعلن على انه ملكيا ويشهر عبارة عشاء المالك طبعا الحال لانه شك بانه كان يحترم المؤسسة الملكية لكن المقابل او عند البعض يزعجهم كثيرا او هكذا تبين لي مادم ان الشخص هو معارض لبعض الجهات واحد الفيديو اللي هو فيديو يجيب ان نقف عنده كثيرا ويجيب تحقيق في هذا الفيديو ويجيب ايضا مساءلة هدوك الجيران الذي كان يقول عنهم بانهم سمعهم زيانا ومك يسألوا الجيران ونزيرا قبولت نحن البانليس اللي هو هدرونها ويجيب ان يجيب ان تسهلوا نعم ويجيب ان يكون سيكمنة ها نعم اخويا وقتم الترواجه كنتم أخبرك 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 بعد أن كانت تبحث عنه الشرطة جاءت عنده على المنزل وقعت الجيران فيديو صوره هو آخر فيديو تقول لهم سمعوا أشنوك يقولوا الجيران تقول لهم بأننا بغيناهم يعني بذلك الطريقة الفضة اللي على الأقل كما اسمعناها اللي كتحثوا مع الجيران وكيطالبوهم بطائق تعريف بهذلك الفضة اللي تكلموا بها أعتقد بأن هناك شيئا ما كانوا يحاولون أن يبحثوا عنه أو أن يجدوه عند مراد صغير رحمه الله. هذاك الفيديو ممكن أننا نخرجه منه بالزرد ممكن أننا نستدعي الجيران ممكن أننا نسألوا الجيران أتحدثت بالجهات المسؤولة ليس معي أنا ما عندي أي سلطة بشأننا نحقق ماشي حد لكن كما قلت المنهج دينا أو المساندة دينا أو المرافعة التي نحاول أن نرافع عنها هي البحث على الحقيقة وفقط بما أن ما زال شيء في نفوس عائلته شيء من حتى ما زال شيء دفين في نفس عائلته تحاول البحث عنه وتحاول التنقيب عنه وأيضا الرأي العام له مجموعة من الأسئلة العالقة إذن هذوك الجيران علش ما هدروش هذوك الجيران شنو كانوا بالطبط سوولهم مزيد من الأسئلة إذن هناك أشياء عالقة إذن من اللي كان سمعوا أنه كل هاد المدة ما تعرفوش عليه الأمر غريب غريب جدا إذن البصمة كان نظن فقط قصير ممكن أنه تعرفو عليه زي لأنه وجه معروف وجه مكشوف عند الكل طبية الحال هناك شيئا ما أقول مرة أخرى البعض يارب أنه كان يجري الترتيب لأمور أخرى من طرف المستشفاء أو من طرف جهة لا نعلمها هل نحن أمام قضية بن بركة و بن جلون جديدة هل هذه القضية تنضاف إلى الغاز بن بركة و لغز بن جلون أم أن الجهات المسؤولة وأعتقد أنها قادرة على ذلك أن في القريب العاجل ستجيب عن كل هذه الأسئلة و أسئلة أخرى نتائج تريح قالت بأن السيد كان يعاني من النزيف في المعيدة و النزيف في المعيدة نتيجة عن الضغط إذن غير هذه العبارة أنه ممكن أن تجر لنا خيوط أخرى شكون كان يضغط عليه و لماذا كان يضغط عليه إذن هذه الأسئلة تنضاف إلى ما طرحناه في الأسئلة السابقة قلت أنا أطرح بعض الأسئلة وعلى الجهات المعنية أن تفهم بأن هناك أسئلة عالقة أما زالت عالقة وأن تحاول أن توسع دوائر أو قنوات تواصل لأن الأمر أعتقد بأنه لا حاجة لنا أن يتخذ بعد الهمس واللمس عند جماعير بل من الأفضل أنه يكون وحتى تواصل هو تواصل فعال حتى نسد كل طرق التي يمكن أن تشحن للوعي الجماعيري بأشياء لا ندريها إذن الرحمة والمغفرة لمراد صغير والصبر والسلوان لعائلته الصغيرة والكبيرة شكرا على التواصل نتلاقى في حلقة جديدة موسيقى موسيقى